اهلا بكم في جعفر توك مع جعفر عبد الكريم الاختلاف بداية الحوار والاختلاف اليوم في حلقة اليوم من جعفر توك حول صن قانون يجرم الاختصاب الزوجي البعض موافق على هذا القانون والبعض الآخر يرفضه ويقول لا وجود للاختصاب الزوجي داخل قفص الزواج حسب ما يقولون اليوم أريد أن أسأل وأفهم أنا امرأة زوجي اختصبني أين القانون إذن هذا هو سؤالي وطبعا متابعاتنا ومتابعينا أنتم جزء لا يتجزأ من الحوار اليوم لذلك شاركونا من خلال العنوين التي تظهر الآن على أسفل الشاشة لحتى نعرف أيضا أرائكم وأرائكنا ورأيكم بالموضوع والجدير بالذكر عندما قررنا أن نتحدث عن هذا الموضوع هناك بعض من رفض الموضوع من أصل وقالوا كيف تتحدثون عن هذا الأمر ولكن في واقع أنه الاختصاب الزوجي يحدث وفي أرقام في بعض الدول تتحدث أيضا عن حصوله وأيضا رسائل مختلفة تصلنا للبرنامج بطالب سيدات أنه نتحدث عن هذا الموضوع إذن شاركونا جزء من الحوار وطبعا ضيوفي وضيفاتي جزء لا يتجزأ من الحوار وسعيدا تنضم إلينا من تونس ناشطة حقوقية ونسوية تونسية وتقول الاختصاب الزوجي جريمة يجب معاقبة مرتكبها بنص قانوني والتوعية أيضا بها أهلا وسهلا رحمة الصيد أهلا من تونس ننتقل إلى القاهرة وتنضم إلينا سيدة مصرية تعرضت للاختصاب الزوجي حسب ما تقول وتقول في كل مرة كان يختصبني كنت أشعر بأنني أسيرة مختطفة ولست امرأة حرة عارفين اسمها وعارفين أيضا أوراقها الثبوتية ولكن قررت اليوم أن لا تظهر بوجهها لن نعرف بالحالة ليه اليوم ما تظهر بوجهها أهلا وسهلا اسم مستعار أميرة أهلا وسهلا ونبقى في القاهرة وسعيد أن نرحب بمحامي ورئيس مبادرة معا لإنقاذ الأسرة المصرية ويقول نسعى لسان قانون جديد للأحوال الشخصية يتضمن تجريما للإقراه الزوجي أهلا وسهلا محامي وليد عبد المقصود أهلا بحضرتك بالسادة المشاهدين يا أهلا ومن القاهرة ننتقل إلى بيروت وسعيد أن نرحب بالقادي الشيخ همام الشعار قادي بعبدة في لبنان ويقول الاختصاب الزوجي مصطلح إشكالي وليس حل للمشكلة أهلا وسهلا بالقادي والشيخ همام الشعار معنا في جعفرتك شرفنا إذن أهلا وسهلا بجميع ضيوفي وضيفاتي وسنبدأ بالفقرة الأولى وهي فقرة نعم أم لا ويشارك معنا الرحمة وأيضا القادي همام والبداية ستكون مع القادي بانخلال أراء مختلفة بتمتدى ولا وأريد منكم أن تجيبون عليها أو تجيبان عليها فقط لو سمحتمها بنعم أم بلا إذن نبدأ الآن بفقرة نعم أم لا والبداية الاختصاب الزوجي جريمة يجب معاقبة مرتكبها شيخ لا أوافق على التعريف ما سمعتك مرة تانية تفضل لا أوافق على التعريف رحمة يعني أقول لا للتعريف رحمة نعم نعم أنتقل إلى الرأي أيضا موجود لا يجب لا يجب استثناء الزوج من قانون الاختصاب شيخ قطعا يجب رحمة أكيد لا يجب استثناء الاختصاب الزوجي نوع من أنواع العنف ضد النساء شيخ طبعا قطعا هو عنف رحمة طبعا هو عنف يجب صن قانون يعاقب الزوج المختصب شيخ القانون في الأحوال الشخصية موجود يعني ما قانون يعاقب الزوج المختصب نعم أم لا 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 حاجة لوجود قانون يعاقب رحمة في الأحوال الشخصية وليس في الجزاء نعم وصلت الفكرة نعم نعم أيضا الرأي الأخير المتداولة الخطاب الديني يجب أن يدعم المرأة بمطلبها أن يكون هناك قانون يحميها من الاختصاب الزوجي شيخ القانون أو الخطاب الديني المشرعا يحمي المرأة من الإكراه على الوطن بمفاعل بإجراءات قانونية شرية نعم رحمة الحالي يعني موجود لا أرى ضرورة للرجوع للخطاب الديني من أساسه للحديث حول جريمة بقر جريمة الاختصاب نعم لا أرى فائدة في خطاب الديني من أساسه سنبدأ الحوار ولكن بعدها الآن نتعرفنا على أرائكما وكان في أراء مختلفة لبعض الأحيان التقيتما وبعض الأحيان اختلفتما ولذلك أريد اليوم أن أعطي لكل منكم الآن ثلاثين ثانية لتعبر عن رأيك أو تعبري عن رأيك وتقولي هل أنت مع أو ضد قانون يجرم الاختصاب الزوجي والبداية سيكون معك رحمك ثلاثين ثانية سأقول لك ثلاثين ثانية تبدأ الآن لتقول إذا كنت مع أو ضد قانون يجرم الاختصاب الزوجي لعد العكس يبدأ الآن تفضلي أنا بالتأكيد مع قانون يجرم الاختصاب الجنسي لكن مع خاصة التوعية والتحسيس بأنه الاختصاب الجنسي هو جريمة يعاقب عليها القانون يعني حتى لو كان الشريك شركك الجنسي أو زوجك الاخرية وحتى كنت معتيدة على ممارسة العمل الجنسي معاول لا يجب أن يحصل ذلك بالعنف أو بالإكراع إذا ما حصل ذلك بالعنف أو بالإكراع أو بالتهديد فإننا نتحدث عن اختصاب وبالنسبة لجريمة الاختصاب الزوجي للأسف في مجتمعاتنا العربية وفي قوانيننا العربية انتهى الوقت نعم انتهى الوقت في ثلاثين ثانية لكل ضيف انتهى الوقت لحن نبدأ الحوار والآن الشيخ أيضا هل أنت مع أو ضد قانون يجرم الاختصاب الزوجي والعد العكسي يبدأ الآن تفضل عقد الزواج هو عقد يفيد حل استمتاع الزوجين بعضهما بالبعض من أراد أن يرفض الاستمتاع الزوجي يعني هو ينقض هذا العقد إلا لأسباب قانونية أو شرعية فالقول باختصاب زوجي هو متنافي مع فكرة عقد الزواج نفسه ويجب وضع الضوابط لهذا الأمر بعد معك ثمين ثواني شيخ إذا حابب تضيف والتناقض في هذا الأمر من حيث التطبيق والتثبت من صحته وهو المشكل الأكبر ونحن كقضاء شرعيون نتأكد من هذا شكرا لدايفية وأنه كل واحد منكم عبر عن رأيه في اختلاف بعدين في أيضا ضيوف بينضموا لألنا موجودين معنا أيضا لا ينقشوا في هذا الأمر ولكن دعونا الآن نسمع عراء ولكن ماذا عن إذا كانت سيدة تعرضت للاختصاب الزوجي كما تقول وكيف حالها وكيف كان وضعها أيضا الصحي والنفسي نتعرف أكثر على اسم مستعار وهي أميرة من القاهرة كان بيوربوت إيدي ورقلي علشان ما تحركش تصب زوجي ولما كان بيلاقي مني عدم استجابة أو رفضة كان بيدرق استمر الموضوع دوت طول فترة جوازي اللي هي 27 سنة لو صدفت إن هو لقيني نايمة لوحدي في القوضة بيصحيني عشان ياخد لوحيز يا تقولي حاضر وتنفيذي اللي أنا بقوله ويا إمة تتدربي طبعا هو كان بفهمني إن ده عادي يخشوا علي لقوني بعيط بيسألوني بتعايتي ليه كان بيبقى بمكانة ضربة كان بيبقى معلم في جسمي ما كنتش بيعرفة لقي إي إجابة أقولها لهم تحملي عادي عشان خاطر البنات تخريبش بيتك حتتطلقي حتروحي فين الناس بيقولوا على المطلقة إيه كنت تحسي إن ينسي في الدنيا الواحدة موسيقى 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 اللي خلاني قد أستحمل 27 سنة إن أنا أعيشهم معا بناتي وإن أنا مش عارفة مش يعني مش شايفة بعد ما اتطلق هاروخ فيه هعمل إيه موسيقى 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 لا إيه اللي عيالي خدت قرار الطلاق بلا رجع موسيقى 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 شعوري بعد الاطلاق المزبون ويأخذ إفرق إذن استمعنا إلى أميرة وأميرة الآن شفتوها على الشاشة تنضم إلينا من القاهرة في التقرير لم نعرض هوية أميرة وأيضا أميرة الآن هو اسم مستعار قررتي أن تظهري معنا أميرة ولكن أن لا يظهر وجهك أو لا تظهر هويتك والآن واضح لكل متابع ومتابعة لماذا لا تظهرين بوجهك؟ علشان المجتمع أكيد حيتعمل معي معاملة مش هتزعني أكتر يعني فما ينفعش أن أنا أظهر بوجهه إلي عشان بناتي عشان مستقبلهم عشان حاجات كتير مما تقلقين مما تقلقين شو الألق اللي عندك؟ الألق اللي عندي مستقبل بناتي أن أنا أبقى أوصلهم لمرحلة كويسة يتجوزوا جوازات كويسة أقدر أن أنا أوصلهم لبر الأمان ولو ظهرت بوجهه أكيد حيبقى فيه مشكلة كبيرة شو المشكلة؟ شو اللي ممكن تقولك إياه الناس؟ شو اللي ممكن تسمعيه؟ أكيد طبعاً هلاقي من رجال تانيين نظرة غير صحيحة يبقى أنا حبقى المظلومة لكن في نظر الناس حبقى حد رخيص قوي هفضح الراجل اللي هو أبو البنات اللي هما ممكن يبقى ده مشكلة بالنسبة لهم أن أي حد ممكن يتقدم لهم لا فيه حاجات كتير في المجتمع نظرة المجتمع ليها مش صح يعني أنا وعن بسمعيك والتقرير يلي شاهدناه أيضاً أنت تعرضتي للضرب وتعرضتي حسب ما تقولين للاختصاب الزوجي وتعرضتي حسب ما تقولين للظلم ومع ذلك تتخوفين أنه المجتمع ممكن يظلمك طب كيف حالتك لما بتفكري أنه أنت الضحية ومع ذلك المجتمع قد يعقبك يعقبك حسب ما بتقولي أكيد أحساسي حيب أحساس بالظلم أحساس وحج قوي أحساس أن أنا مش لقية سند مش لقية ظاهر لي أكيد أحساس مش حلوي طيب أميرة شو صار إختيك اليوم اليوم شو الصار خلي بديك تقوليها هويتك من بيني عندك اسم مستعار ممكن تطلع كل بقلبك تطلع كل الوجه اللي عندك يا شو صارختك شو اللي بديك تقوليه نفسي يبقى فيه قانون يجرم اللي بيحصل في حق الستات لازم يبقى فيه حد يبقى يقف معهم جمعيات ما عرفش ممكن يبقى إيه بس هو لازم لازم يبقى فيه حد يعمل قانون يعمل رضع للراجل اللي بيبقى زي ده فيه يبقى قانون لكشف الموضوع ده قبل الجواز خالص تمام لازم يبقى فيه كشف نفسي للبنت وللولد على سواء نفسي أن هما يقدر يشلون مسؤولية الجواز ده ولا لأ وأن هما صالحين أصلا للجواز ولا لأ طيب شو اللي شو اللي لا يبقى فيه مراكز للعلاج يعني لو فيه لو فيه حد منهم محتاج العلاج يبقى فيه مراكز للعلاج أميرة إذا بتطلع إلى وراء عشان الناس تفهم التحديات والمعاناة اللي عندك إياها شو أصعب شي كنت تمرق فيه أصدقى أيام ما كنت متجوزة نعم أيام ما كنت متزوجة وتتعرض إلى العنف أحساس باشع طبعاً وأحساس أن أنت قلت قبل كده في التقرير أن أنا كنت بحس أن أنا مخطوفة ومش عارفة أتصرف في أي حاجة مش لقي مفر مش لقي باب أفتحه وأخرج منه في حتى اليوم ربما أيضاً البعض المتابعين والمتابعات اللي الآن عم يشوفونا يقولون ليس هناك شيء اسمه الاختصاب الزوجي الزوج والزوجة هنين وجدوا مع بعض يدعموا بعض شو بترد عليهم اللي بقول هذا الرأي أنا سمعت رأي الشيخ في الكلام دوت طبعاً هو مش قادر يأخذ القرار الصحي لأنه ما تعرضش للعنف اللي احنا عشناه لا هو آه في عقد جواز وفي وعقد الجواز ده علشان حاجة معينة اللي هو الاستمتاع بين الرجل والست بس الاستمتاع ده في حين إن احنا اللي اتنين عايزين مش طرف طبعاً أنا ممكن بيكون عايزة وهو مش عايز فمش مش هكبره على ده ليه أنا بقى اللي مضطرة أن أنا أكبر على ده خلينا نأخذ بكلامك ونسأل الشيخ الشيخ شو ردك على أميرة بس عندي سؤال هي كان تتعرض للضرب خارج إطار الممارسة الجنسية يعني كان يضربها براني شو اللي بيفرق عندك خارج الوقاء شو اللي بيفرق عندك كان شديد هو معه بيفرق معي إنه هو هذا الرجل لو رفع الدعوة تفريق ما بعرف النظام بمصر ولكن نحنا بلبنان لو ما ضربها وضلت سنة خصومة بيناتهم يفرق بينهما فكانت هي طلقت عنا بسهولة بدون ما يصير إلا إذا هو عنده مرض نفسي فقط بس بيغتصبه والباقي هو جيد معها في كل شيء وإلا الظاهر إنه يعنيف معها في كل شيء يعني يضربها مش بس للفراش الزوجي خليها أميرة شو ردك على الشيخ رفضه في كل حاجة مش في السرير بس يعني هو كان في كل حاجة حتى مع التصرف مع البنات طيب بس إذا بقينا لأنه موضوع حلقتنا اليوم هو عن الاختصاب الزوجي شيخ إذا أميرة تقول كنت أتعرض للاختصاب الزوجي يعني تقول له لا أريد ومع ذلك هو يصر ويجبرها في هذه الحالة شو بترد أنت؟ نحنا أول شيء بدي حط الملاحظة هي حسب وصفة هي تتعرض للعنف والضرب وهذا شرعا يؤدي إلى طلاقها لو رفعت دعوة تفريق عادية هذا جزء من ما هو الاختصاب جاوبني بس عندي يعني عندي من أول الحالة لنكون واضحين جدا جاوبني على سؤالي سؤالي واضح جدا إذا كان أجبرت أنه رابط هذا الأمر بالعلاقة الجنسية جاوبني على سؤالي لحرجع عدلك سؤالي وجاوبني على سؤالي لو سمحت إذا قالت لا أريد ممارسة الجنس مع زوجة وقالت له لا واضح لا ومع ذلك أجبرها على ممارسة الجنس يلي بيعتبر اختصاب ماذا ترد في هذه الحالة شيخ؟ هل يجب وضع قانون يجرم هذا الأمر؟ جوابي مفصل جوابي مفصل أما بالنسبة لضربها حتى يوصل إلى النكاح أو الوقاع ورد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعمد أحدكم أن يضرب زوجته يعمد أحدكم فيجلد امرأته في رواي يضربها جلد العبد أو ضرب الأمة ثم يجامعها من آخر الليل واستنبط يعني هذا استفهام إنكاري يعني ينكر على هذا الأمر واستنبط من هذا الأمر هو هذا بين الكراهية والتحريم نعم نتيجة شو هي مع قانون يجرم الاختصاب الزوجي أو لا؟ الجواب أنه إذا عفوا إذا هذا الفعل هو فعل غير شرعي ولكن لا ينبني عليه جزاء لأنه جزاء هو على الضرب وليس على الغصب على هذا الأمر هذا الفرق بين اتنين خلينا نعرف خلينا نعرف الاختصاب نحن نتجمعوا بين الضرب مع الممارسة الجنسية نحن نطلق أو نفرق بينهما للتعدي بالضرب لأنه مخالف للشرع طيب خلينا نحكي رحمة رحمة تشعر أن بعض الناس يركزوا على الممارسة الجنسية واضح أنه وصلت فكرتك شيخ رحمة رحمة هل تسمعيني جيد رحمة لأنني لا أسمعك أنا لا أسمعك أنا لا أسمعك نسمع جيد حسنا حسنا لو سمحتوا بالإخراج ليبي غيجي بتأليشتمن إما على هوخ لسن نيشتغون تتون لو سمحتوا خلوا الأصوات كلها عالية لا تسكروا أي صوت عشان أنا أقدر دائما نسمعهم رحمة شو ردك على اللي قالوا الشيخ والتمييز حسب رأيو اللي عم بقولوا الحقيقة أولا اتأثرت جدا جدا لما سمعته معنتها على لسين ذحية اللي سميتوها مينا يظهوري من مصر لحقيقة وقفت برشة في كلمها معتها قالت أنا كنت كني فهمني أنه هذا عادي ذك عليش أن أقول أنه لازم التحسيس بأنه أي فعل جنسي حتى وكن هذا شريكك الجنسي وحتى وكن معتاد على الفعل الجنسي معك وحتى وكن زوجك مع أنت بعق الزواج إلى آخرين إلى آخرين رأوا أي فعل جنسي يشترط الرضاء بين الطرفين إذن عدم هذا الرضاء ولا وقع إكراه ولا وقع عنف ولا وقع تهديد ولا تغرير ولا إلى آخرين فهنا نحن نحكي على الإغتصاب القانون التونسي مثلا في العنف الجنسي يعرف ذلك يعرف العنف الجنسي على أنه كل عملية إلائج معتها تقع على المرأة بواسطة الإكرام ولا العنف ولا تغرير ولا آخرين بالنسبة لما قاله الشيخ الحقيقة واضح ما عرش عليش أنتي مفهمتوش الشيخ لا يعترفو لا يعترفو بالإغتصاب الجنسي قالك لو كان قالك الضرب كان يمكن موجب لتفريقهما أما المجمع في آخر الليل معناتها بدون استيراتري ثهفة ما هوش موجب بالنسبة لي للتفريق وقت هذك اغتصاب وقت هذك جريمة مستقلة بذاتها معناتها لما رأى تقولوا لا معناتها الرفض امتحكي رفض واضح لعملية الجميع وهو يصر مع ذلك على مجمعاتها فهو يختصبها فهو يمجرم يقول بجريمة الاختصاب معناها نعطي حق الراد نعطي حق الراد للشيخ فقط خلينا نقول خلينا نقول حاجة حاجة للمشاهدين لحديث الدينية نحن نختلف في المرجعية الأخت اللي عم تتكلم رحمة اسمها من تونس تونس بلد علماني لا ديني يعني يما الحادي يما بلدين غادلس إلا الملتزمين مألون قانون نحن خلفيتنا دينية مرتبطة بالتشريع تعنا فأنا بفهم فكرة لأن فكرة لا يرتبط بآخرة نحن فكرنا مرتبط بالآخرة الإمرأة إذا أزاه زوجها تستطيع أن تتطلق منه وإذا ظلمها ستأخذ حقه يوم القيامة ما بدي حق أحد إذا واحد ما عنده دين أكيد سيزلم في الدنيا وما عنده آخرة تنتظر يوم القيامة فأنا بفهم تشددها للأستاذة ولكنها علمانية أكيد ستختلف معي في المرجعية تبضل من السهل جدا من السهل جدا هذا ما أعطدته من الخطاب شيخ الدين من السهل جدا الرجوع للتكفير وكل والتعويم والخروج عن المسألة الأساسية نحن هنا نتحدث عن جريمة التكساب روح وليع يقولوا شو معاني تنتظر يوم القيامة شيخ أعطيها حق الرد وبعدين نرجع لك تفضلي رحمة سامحني خطير جدا أنا قلت تكن تسمع في الضحية شو كانت تعاني من طيلة سنوات حط نفسك مكان أمرأة رفضت أن تكون في فعل جنسي مع رجل وقام عليها بالعنف تحط نعنش تخيل تخيل فقط ذلك كذي تقول اليوم القيامة تخذ منه حقك لا يجب تخذ منه حقها بالقانون وهو يحاسب على جريمة الاختصاب على الفعل الموشين الذي أتى به والعادي أنت قلت الخلفية أنت عمى من إيش دينية ما أنا أحاسبه أن أفرد بينهما يستندون القانون الوضعي ما نيش نستندون للشريعة الإسلامية كم كان شريعة الإسلامية تقول لك لمرأة التي ترفض الفعل الجنسي وقت يجي يطلبها رجلها تلعنها الملائكة وغيرهم ليلة أنا معاك أنا هنا ما نستند حتى شريعة قانون الدنماركي أحكيت عليها العديد من القوانين المقارنة رحمة نعطي أيضا حق الرد نعطي أيضا حق الرد للشيخ لأنه أريد أن أدخل بعض التعريفات تفضل شيخ أنا بس أتمنى أننا ندخل في حوار طرشان هي مرجعية القانون الدولي نحن مرجعيتنا الشرع الشرع بالدنيا ستأخذ حقها بالتفريق ولو كان في دولة إسلامية لكان عزر الزوج يعني ضربوا ضربوا ولكن لا بالقانون العلماني أو المدني اللي بدنيا بيسموه اختصاب هذا مشكلة بتعريفه كاختصاب دعونا نتعرف وصلة الفكرة شيخ شكرا لك تخرج منه وانتهى الموضوع حسب تحليلك أنت ورحمة عند الرأي واضح أنه مختلف عنك دعونا نتعرف الآن على تعريف الاختصاب الزوجي في هذه الحالة حسب القانون لموجود الأمريكي يعني هو في مثل عملي موجود تعريف الاختصاب الزوجي ممارسة أي نشاط جنسي غير التوافقي أي دون موافقة الشريك من قبل الزوج أو الشريك الحميم السابق يعد أحد أشكال الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي ويشمل الجماع والجنس الفموي والشرجي وأي أفعال جنسية مهينة أو مؤلمة إذن هذا هو تعريف الاختصاب الزوجي أريد أن ننتقل إلى ضيفي المحامي لماذا حتى اليوم إذا أخذنا على مثل عملي في مصر الاختصاب الزوجي في مصر لو كان في قانون اختصاب الزوجي في مصر كان ربما أميرة قدرت تلجأ للقانون لكن اختصاب الزوجي في القانون المصري لا يجرم القانون المصري الاختصاب الزوجي ولكنه لم يستثني المرأة المتزوجة في تعريفه لجريمة الاختصاب تنص المادة 267 من قانون العقوبات المصري من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأعدام أو السجن المؤبد بس ما فيه قانون خاص بالاختصاب الزوجي لماذا؟ في النص المادة بتاعت قانون العقوبات بيتم استثناء الزوج فيها على الرغم أن في قانون الطفل وفي قوانين أخرى كثيرة أن أي قيم أو أي أمين على الطفل بيقع عليه الاعتداء بيعاقب بظرف مشدد طب ليه بتتم استثناء البداية؟ من المسؤول عن هذا عمر؟ الحمد لله بلد الأزهر بس من عندي سؤال لماذا بتم استثناء الزوج؟ لماذا لا يعتبر الزوج ممكن أيضا أن يكون مختصب؟ من قرر هذا ومن أخذ هذا القرار؟ وعلى ماذا استند؟ أنا جاي لحضرتك أولا بس عايزين نوضح نقطة أننا من بلد الأزهر الشريف الذي صدر علم الإسلام للعالم الإسلامي كله لا يستطيع أحد أن يكون علينا من دولة علمانية دي نمرة واحد نمرة اتنين من فضلكم يعني الشيوخ ورجال الدين ارفعوا قديكم شوية من الآراء أو الآراء الفقهية اللي هي أولا ضد الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية بتحافظ على المرأة بتحافظ على جسد المرأة بتحافظ على أخلاق المرأة بتحافظ على هوية المرأة وكرمتها كما لم تكرم من قبل بعض عفوا بعض كتب التراث لابد من تنقحها مفيش حاجة يعني الآية القرآنية الشريفة بتقول لا اقراها في الدين الدين هنا مش معناه العبادة لله عز وجل وحده لا الدين مفهوم واسع مفهوله الحفاظ على النفس والحفاظ على العرض والحفاظ على الجسد مفيش حاجة اسمها حد يكره حد وحد يضرب حد وحد ويرجع يقولك هو المرجعيتنا الإسلامية بتقول أن هذه الأفعال محزورة وممنوعة ومجرمة ومؤسمة شرعا محمي وليد إذن تطالب إذن حزم أفهمتك تطالب أن رجال الدين والفقهيين يخرجوا عن هذا الموضوع ويكون فيه قانون مدني بتم صنه صحيح؟ صحيح طبعا لأن للأسف خلينا بنستند لبعض قتب التراث اللي بتقولون أراء غلط يعني خلينا نسأل رأيي الشيخ الشيخ لماذا يعني بعد قتب هو اللي بيتكلم معي فقهي يعني هو محامي حضرتك يعني شو مستواك العلمي تتفسر الشرع الإسلامي محامي بس ما بتمثل الأزهر الشريف اللي بيقول أنه اخرجوا يا رجال الدين عن النصوص الفقهي والقرآن الكريم وفسر القانون لا إكراها في الدين بمعنى واحد أظن هيك أنا فهمت منك ما حدش قال القرآن الكريم لا لا ما قلناش القرآن الكريم طبعا أنتوا اللي بتفسروا تفسيرات غلط القرآن الكريم واضح وصلنات رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكرم المرأة يعني أنت ما شغلتك تفسر القرآن حضرتك أنت محامي ما عندك السلطة أنه تفسر الدين الإسلامي أو النصوص الشرعية بطريقة حديثي أو حداثي بحاجة إشأال أن نحن نفصل بتكتلتزم بالأزهر الشريف التزم بتعاليم خلينا 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 ناخد بما أنه نتحدث عن الأزهر خلينا ناخد مثل عملي كريمة أحمد كريمة إكراه الزوجة على المعاشرة الزوجية مرفوض لا يوجد ما يسمى بالاختصاب الزوجي لكن إكراه الزوجة على المعاشر وإجبارها على ذلك مرفوض دينيا لأن المعاشرة الحميمية لابد أن تتم بكامل الرضا والتواصل الوجداني ولكن نتحدث اليوم عن مثل عملي واضح عنا جدا أميرة كان زوجة يجبرها حسب ما تقول أميرة على أنك تمارسي معه الجنس وكان يختص بك وكان يجبرك على هذا الأمر وأنت ترفضين هذا الأمر عندما تسمعين الآن الحوار الدائر كلام الشيخ الذي يقول وهل دربك هل ما دربك وهل كان يجبرك حسب تحليله وعلينا التمييز شو ردك شو ردك لرجال الدين يلي ما زالوا حتى اليوم يقولون ما فيه ليس هناك اختصاب زوجي أنا عايزة أسأل الشيخ بس سؤال هو كراجل بتركبته ببناغه بكل اللي هو بيعمله معايا ده وأنا تمام اتطلقت منه وقدرت أن أنا أطلع من تحت قدي هو بقى كشخص مش ممكن يتجوز واحدة تانية ويتعامل من أميرة أميرة تانية بنفس المشاكل النفسية والعصبية والعيشة اللي أنا عشتها واحدة تانية هو يتجوزها ويتعامل معاها نفس اللي اتعامل معايا لو ما فيش قانون يردعوا عن ده أو يرجعوا عن اللي هو بيعملوا ده أو مركز نفسي يعالجوا نفسيا من اللي هو بيعملوا فإحنا كده هيتعمل بدل أميرة هيبقوا عشرة وعشرين ومية فضل شيخ ردك على أميرة أنا بوجهه للشيخ المفروض يرد علي كلامة ممتاز في نقطتين أنا مع في هذا الأمر يعني أنا متعاطف معك جدا المشكلة عندك أنه كان لازم من أول زواجك توقف في بوجه يبدو أنه ظروفك الاجتماعية منعت هذا الوقوف لأنه هذا الرجل سئل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل امرأة تريد أن تخطب من عدة أشخاص قال عن أحد الصحابة قال أنه لا يضع العصى عن عاطقه يعني بيدرب النسوين فشه عمليا شهر به أنه هذا ابتعدوا عنه إذن مضبوط هذا الرجل المؤذي الذي هو زوجي كل أعرفه بس يا شيخ أنا عندي عندي مسؤولية اتجاه المتابعين والمتابعات معنا دايما يعني حتى لو كان مرة ضرب يعني دايما في نوع حسب ما أفهم صلحني حسب ما أفهم ونوع النوع من التبرير عندي سؤال واضح لأيلك لا أفهم يعني أجبني بنعم أم لا أجبني بنعم أم لا حال اسمعني نفرق بين اسمعني شيخ إنكار الفعل نعم اسمعني أني يكون في حوار بيننا وما يكون مونولوغ من جهتك بس حتى ما يكون مونولوغ من جهة واحدة بهذه الحالة من جهتك اسمعني ورد علي بسؤال لماذا ترمى تهمي واسكت أتفهمك لماذا والسؤالي واضح لماذا ترفض وجود قانون يجرم الاختصاب الزوجي جوابي أرفض قانون بهذا المعنى لأن الاختصاب الزوجي بمعنى الإكراه على النكاح يجب أن يمنع ويكون سببا للتفريق لا للملاحقة الجزائية منها صعوبة إثباته وإدخاله في الاتهامات يعني أنا لنفرد الآن في مجلس القضاء سمعت الأخت وقلبيا أنا أثق بها لا دليل على صحيح بعد 30 سنة من الضرب والاختصاب المختصب مجرم لو براحت عن محكم جزائية لا تفضل إثبات هذا الأمر لحرج على إليك رحمة شو ردك تفضل لا لا أنا لا أوافق الشيخ طبعا المختصب مجرم قام بجريمة يجب أن يعاقب عليها معنتها هو يقول فقط أنه يجب يكون الإكراه سمحني سمحني أنا سمعتك تسمعني هو يقول فقط أنه الإكراه على الجميع هو موجب للتفريق بينهما لا يا سيدي المختصب قام بجريمة في حق ضحيته وهي الاغتصاب وينجب يتحسب عليها جزائيا بخلاف أنه هذا موجب للتفريق بينهما ليه هو مجرم في نظر القانون ويجب أن يحسب على جريمته بشكل جزائيا طيب هو القانون شو يجب معنتها معنتها الإفلت من العقاب معنتها مجرم وانتي تشجع طوال للإفلت من العقاب لمجرم قام بعملات اختصاب وطارش عليه أنا نعرف أنت شو أن هتكون أنت نافع أنت 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 لمعقبت 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 لك وصلت الفكرة نعم شيخ واضح جدا نعم رحمة واضح جدا رحمة تقول بأنك أنت أصلا لا تعترف بأن الاختصاب الزوجي هي جريمة فكيف تعترف بقانون أنا لا أعترف بالمصطلح حتى لماذا ولكن هذا واقع موجود ما أقول لك العقد الزواج يفيد حل الاستمتاع عقد الزواج بغض النظر شيخ خلينا عشان نعطي أمثلة عملية لأنه بعض الأحيان نتحدث عن الأشخاص إن لم تكن معنى ممكن أن أسل الشيخ سؤال تاني بس شغلي أعطي تجاوبوا كلكم بس بدي أعطي المزيد من الأمثلة العملية لحتى نتعرف على الحياة الواقعية الموجودة اليوم وتنضم إلينا الآن من من إربيل امرأة عراقية أيضا موجودة معنا قررنا أنه ما ينعرض اسمها وهويتها الصحيحة لحتقلنا ليه هي ما بدأت تظهر باسمها الصحيح بهويتها وهويتها الصحيحة قررنا أن نسميها اليوم اسم المستعار والاسم هو سميرة سميرة الآن تنضم إلينا من أربيل أنت امرأة عراقية تعرضت للاختصاب الزوجي وتقولين كنت أصاب بنوباد بكاء وهلع بعد كل مرة كان يختصبني فيها زوجي اسمعت الحوار اللي الآن صار معنا ما ردك على الحوار حتى الآن أهلاً بحضرتك وطبعاً غيرنا صوتك تسمع من الأول يعني تمام شكراً جزيلاً أنا كنت أسمع الحوار من الأول يعني والجدال اللي صار بين الحضرات الموجودين بس أنا أنا ردي على الشيخ يعني الشيخ هو يعني إذا يحجي من زاوية الدين ومن زاوية اللي اللي نقدر نقول اللي يعني التعمق بيها واللي هو مهتم بيها لكن سيادتي الشيخ أكون مسألة اليوم إذا إحنا رح نجرد هذا الرجل من التجريم إذا بس مجرد رح نكتفي بالتفريق فصدقني رح يكون أكثر من عملية الطلاق اليوم أنا صرت مطلقة الزميلتي الموجودة صارت مطلقة ممكن اثنين بعدنا رح يكونون أيضاً مطلقات الحصول رح تكون أربعة ما عدا إحنا الباقية الرجال الباقية لنساؤهم ما ديف صحون هم دي تعنفون بهذا الموضوع دي يكونون متصابين من قبل أزواجهم فإحنا ما حلنا الموضوع سميرة إحنا سميرة اسمحيلي لأن أنت الآن انضميتي لأن حتى نعطي أيضاً بعض المعلومات للمتابعين والمتابعات ماذا كان يحدث معك لحتى تقول أنه هذا اختصاب زوجي باليوم اللي أنا كنت أرفض بهذا الموضوع وكنت أرفض لأسباب أنا كنت أول مرة أتعرض لهذا شيء بعد زواجي بشهرين يعني أنا المفروض أن أعتبر عروس بعدني فبعد زواجي بشهرين أنا كنت ميضة إضافة إلى أن أنا كنت مجهدة جداً بسبب العمل عمل مزلي طول اليوم فأجيت آخر الليل يعني أرتاح حتى أرتاح أنا في هذا الوقت طلب البماء أنا رفضت فصار جدال بين على هذا الموضوع أنه أنا تعبان كل يأجل هذا الموضوع يأجل لي يعني يعني لي يوم غد يعني كان أصر كل أنه بنفس الوقت فصار يعني أنا رفضت صار يضربني صار يضربني بشكل قوي كل يعني فآخر الضرب بصراحة إحنا ما انتهينا بالضرب انتهينا هو إحنا عايشين مع أهل بالبيت هو صار نادي الأهل وحتالهم الموضوع وأنا واقف أنه رفضت كذا أنا طلبت حقي صار والد يرزلني صار والد يصيح علي أنه هذا حق وحتى لو كنت تموتين راح تأدين هذا الحق نعم سميرة كيف حالتك كانت بهذه اللحظة ما في حدا يحميك عائلته وفي لجنبه وأنت تتعرضين للعنف أنت اللي عم تتعرض للاختصاب شو صار اختك أنا صراحة بوقتها كنت كنت محطمة كليا أنا كنت صغيرة وقتها أنا عمري 21 سنة فما كنت أعرف أنه هذا محق أقنعوني أنه هذا حق حتى لو يضربك هذا حق صراحة بمرور الوقت مع ما كنت أكبر وأتعمق أكثر اكتشفت أنه حتى الدين يمنع هذا الشيء فأنا وقتها ما كنت أرجع لأهلي وأحشيلهم هذا الموضوع لأنه أصلا أهلا هددوني لأن أنا كنت وقتها مقتنعة أنه الدين يرفض الشيء اللي أنا سويته أنه لازم هو طلب حقه حتى لو ضربني يأخذ حقه أهلك لماذا ويف جنبك شو قالوا أهلك أهلك ماذا قالوا بوقت أنا بوقتها نهائي ما حجيت الأهلي ما خليت أحد من أهلي يعرف لأنه بصراحة والد هددني في حال أنه أنت كررت هذا الموضوع نحن نجيب أهلك ونحجيلهم يعني أنا ممكن أتخيل أنه والدي راح يكون بهذا الموقف أنه اليوم يعني بموقف أنه بنتك كذا وكذا سوتي موقف صعب هو صعب كل كنت تتمنى كنت تتمنى يكون في قانون يجرم يجرم الاختصاب الزوجي قانون يحميك في هذه اللحظة أنا بوقتها بصراحة كنت بوقتها كنت أتمنى أنه مو بس قانون لا خلي كان أنه يعني كنت أتمنى أخذ حقي يعني يعني على الأخير كامل حقي كنت أخذ من عدب هذاك الوقت أنا السيدة أقول أنه أنا متصالحة مع الموضوع لأن مر وقت طويل عليه أنا من 2017 انفصلت مر وقت طويل على هذا الموضوع فأنا نسيت لكن بوقتها كنت محطمة كليا بوقتها كنت مدمرة من كشي ساميرا اليوم اليوم أخذت شوية مسافة اليوم شو صرختك شو بتقولي لكل امرأة شو بتقولي لكل حدا في المجتمع هو بعض من الرجال والنساء بقول لك ما في اختصاب زوجي رجال الدين بقولوا ليس هناك اختصاب زوجي ماذا ماذا تروا الدين شو بتقيل لهم انت انت لعنايتي انت لنواجعتي ساميرا يبدو انه ساميرا ما عم تسمعنا فور نعم ساميرا ما عم تقدر تسمعنا لذلك اريد ان اعرض عليكم ايضا بعض القوانين في المنطقة العربية لندخل بعض الارقام والحقائق عامة اذا نظرنا الى المنطقة العربية في قوانين المنطقة العربية اليوم بتجرم اغلب دول اغلب دول المنطقة العربية الاختصاب بشكل عام بعقوبات تصل احيانا الى السجن المؤبد لكن لا توجد اي دولة من المنطقة العربية تجرم الاختصاب الزوجي بنص قانون قانوني صريح بعض الدول لا تعترف بالاختصاب الزوجي كجريمة اذا نظرنا الى العالم يعني في العالم 77 دولة فقط لديها تشريعات صريحة تجرم الاختصاب الزوجي 34 دولة لا تجرم الاختصاب الزوجي ولا تسمع حتى للنساء بالتقدم بشكوى جنائية في حال تعرضهن للاختصاب من قبل ازواجهن اذا شفنا على سبيل المثال في تونس كيف الحال اليوم في تونس لانا تحدثنا اكثر من مرة عن الوضع في تونس الاختصاب الزوجي في قانون التونسي لا يجرم القانون التونسي لاختصاب الزوجي ولكنه لا يستثني الزوجة في تعريفه للاختصاب بنص الفصل 227 من المجلة الجزائية التونسية على انه يعد اختصابا كل ما فعل كل فعل يؤدي الى الاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد انثى او ذكر بدون رضاه ويعاقب بتم معاقبة مرتكب جريمة الاختصاب بالسجن مدة عشرين عاما وتم تمسن قانون اذا نحكينا عن تونس تمسن قانون يهدف الى وضع تدابير للقضاء على كل اشكال العنف ضد المرأة حسب الفصل 3 من القانون الاساسي لل58 للجمهورية اذا انتقلنا لسبيل المثال الى مصر ونتحدث عن القانون وهنا ايضا نريد نسأل للمحامي لا يجرم القانون المصري اختصاب الزوجي بس بيستثني المرأة المتزوجة في تعريف الاجرين من اختصاب عرضناه اول مرة واذا حكينا عن العراق اختصاب الزوجي في القانون العراقي لا يجرم القانون العراق لاختصاب الزوجي لكنه لم يستثني المرأة المتزوجة في تعريفه للاختصاب لكن حتى اليوم قانون واضح يقول ان هناك اختصاب زوجي غير موجود المحامي شو لازم يتغير ما يجب أن يصبح هذا القانون لأنه لا يكون لدينا ضحايا أو ناجيات مثل أميرة وصاميرة أريد أن نقول مفاهيم في الأول أن المجتمعات العربية مجتمعات زكورية بامتياز أن المجتمعات أو القوانين في الدول العربية هناك تمييز فيها ما بين المرأة والرغل على سبيل المثال المرأة تحبس في دعوة الزنا الرجل يأخذ براء إلا لو كان في مسكن الزوجية عايزين نقول أن الموقف والرأي لأي رجل دين أو لفضيلة الشيخ لو كانت دي بنته اللي تعرضت للاختصاب كان هيكون رده مختلف وكان هيكون موقفه مختلف إحنا للأسف محتاجين قوانين أحوال شخصية في مجتمعاتنا العربية تعطي حقوق المرأة بجد الحقوق دي اللي سدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها والشريعة الإسلامية الصحيحة أقرها عايز أقول لحضرتك أن في خطاب الإمام الأكبر فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب بيونصر المرأة أو ضد أي عنف ضد المرأة النهاردة بيجيبوا من بعض أراء بعض الفقهاء المتشددين حاجات ليس علاقة لها بالدين قوانين جديدة عايزين أيضا القاعدة التي تقول الوقاية تغني عن العلاج أن يكون هناك دورة نفسية وأسرية إلزامية يعني أي اتنين هيتقدموا لعقد الجواز نعرضهم على خصائي نفسي يقول الرجل ده عنده أمراض نفسية عنده سيدية عنده أمراض يستحين مع العلاقة الزوجية ولا لا اتنين يقول الزوجين دول هيبقوا متوفقين ولا العلاقة يتحكم عليها بالفشل إحنا دي بيترك أثر نفسي وأثر اجتماعي كبير جدا جدا على المرأة التي تتعرض للاختصاب ده هذا الأثر يمتد أيضا للأبناء وصلت الفكرة سؤالي إليك شيخ شفنا أنه في قوانين اختصاب في المنطقة العربية ولكن بعض هذه القوانين تستثني الزوج هل أنت مع إدخال الزوج بشكل واضح أنه ممكن أيضا أن يكون مختصب في القانون الخاص بالاختصاب هل تعترف وتقول نعم الزوج ممكن أن يكون مختصب بس أنا بحب جاوبه أنا لو كان وقع هذا الأمر مع ابنتي أطلقها في ثاني يوم إذا استطعت وأنا مشان هيك أحرص الأشتراط العصمة مشان ابنتي أن لا تكون في عصمة رجل حتى إذا ظهر عنه فمنلجع لموضوعنا سؤالك يا أستاذنا الكريم تتبهدل وتتدرب يا مولانا واتطلهاها بس لأنه هو تجاوز لا 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 نحن بتبعينا أقوبته يا أستاذ أنا كقانوني أنظر يا أستاذ أنا كقانوني أنظر الدنيا ليست قوانين قوانين وقيم أخلاقية ودينية الشيخ القوانين تشرع جزء والقيم الأخلاقية والدينية تتكامل بهمني جدا شيء عفوا على المقاطعة ولكن بهمني جدا أن أعطي أمثلة عملية موجودة معي في الحلقة اليوم بدي أعطي أمثلة عملية عشان عندي ساميرا أرجوك أرجوك أوكي عندي ساميرا وأميرا أتنينياتهم قالوا لك أتنينياتهم عندهم تجربة اختصاب زوجي وأتنينياتهم قالوا أنه الطلاق لا يكفي بل يجب معاقبته وأنت حتى الآن تقول لا الطلاق كفاية ما في قانون بعاقبه ليه أنت مع أنه شخص يختص بزوجته ويضربها بس ما يكون في قانون عاقبه شيخ يعني كيف أفهم هذا أنا بدي بس بيّن شغلي هني الأختان الكريمتين نبهوا أنه بسبب إمكانية أن يكرر هذا الفعل مع زوجة أخرى نحن نقول أصلا أحكام التفريق للطلاق تذكر تعدي الزوج بالضرب أو بالإزاء أو بالتوسع فهو هذا الحكم الطلاق نفسه هو يكون إضبارة اتهام له يعني أهم من إشاعة أو كلام ولكن أنا سؤالة يا شيخي يا شيخي بعض من الحياة أرجوك هي مشكلتهم اجتماعية مجتمعهم بغض النظر بغض النظر يا شيخ يعني اليوم وضع أفضل بكثير العائلة مساندة للعائلة للبنة عندما تقع في مشكل رحمة فضالي رحمة أرجوك يا شيخ أرجوك بعض من الحياة ذو من جوز نساء ضحايا وجيوا بهوية معتا مخفية خايفين من الجلد المجتمعي وهما كانوا ضحايا ضحايا اختصاب ومع ذلك خايفين من الجلد المجتمعي تعرفش لماذا يا شيخ من وجودكم من وجود أمثالك قال لي يجرموا المرأة في الحالات الكل حتى مرأة ضحاية اختصاب ليس يعتبرون أن ذلك جريمة بني يعتبرونه من حق الزوج سمحني بعض من الحياة نحشموا شوية قدام الضحايا هذوما قدام ناس قتلك أحنا رانا عنينا الإقراع في وقت الجماع الجنسي قتلك عنينا الاختصاب عنينا جريمة الطلاق وحده الطلاق وحد غير كيفي غير كيفي هذه جريمة هذه جريمة يلزم يعاقب عليها القانون الزوز نسيت طعم شو الحل بش أنه معودهش مع أمره أخرى سمحني طعم شو الحل بش أنه معودهش مع أمره أخرى أتوقلك أتوقلك شو الحل الحل لا 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 مش سمينها جريمة وانتهى الموضوع سمينها جريمة ويتعاقب عليها الحل أنه ما يعديهش مع النساء أخرى يتعاقب علي جرمه طيب خلينا خلينا نروح عند الشيخ رحمة حقر ردش هذا كلام عاطفي خففي عواطف شوي بالكلام شو حواطف شو حواطف ليه سيد نحكي من يش نحكي بالعاطف نحكي بالقانون 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 نحن نتحدث عن جريمة أنت تنفيها أنت تعتبرها من حق الزوج أنت تعتبرها من حق الزوج طيب رحمة ورحمة وصلت طيب شيخ أنت تركز أكثر من مرة على موضوع إثبات إذا تم إثبات إذا تم إثبات أنه تعرضت المرأة أو الزوجة للاختصاب الزوجي إذن بهذه الحالة أنت مع قانون مع قانون يجرم هذا الاختصاب إذا تم إثبات هذا الأمر أنا بدي وضح إذا ثبت أنه ضربا ضربا مؤزيا مبرحا خلافا يا شيخ في مسؤولي بس اسمحوا لي أنا لأنه في البرنامج بدي أربط بعض الأشياء عشان ما في ناس عم يتابعونا الآن في سيدات عم يتابعونا الآن في معنى ضحيتين حاليا عم يحكوا معنا في الحلقة وتقالوا أنه تعرضوا للاختصاب الزوجي ومع ذلك نشكك بكلامهم كرميل هيك عم قلت لك يا شيخ بحال تم إثبات هذا الأمر لماذا ترفض لماذا ترفض أن يسمى الزوج مختصب ولماذا ترفض حتى لأن يكون في قانون يجرم الاختصاب الزوجي لماذا لماذا لأنه أولا أريد أن أدخل المحاكم الجزائية في مسألة ليست جزائية وهي المعنى الإكراهي ليس المعنى العنف المجارب كيف يتم معاقبة الزوج كيف يتم معاقبة الزوج المختصب كيف يتم معاقبة الزوج المختصب ماذا يكون ردة فعلك كيف يتم معاقبته نحن منفصل بين جزائتين ما فعله من إزاء جسدي يعاقب عليه جزائيا وما فعله من إكراه هو مخالف للشرع يقال من يحاكم من يعاقبه ما العقاب ما الجريمة كيف يتم معاقبته على هذه الجريمة طيب أنا لحأخذ الجزء الثاني لحأخذ الجزء الثاني معك تم تم الإثبات بأنه أجبرها بالإكراه الإختصاب الزوجي إزاء جسدي فضلت الشيخ يعني الإختصاب الزوجي إزاء جسدي فضلت الشيخ زيه زي الضرب لا لا أنت عايز الضرب اللي هو ضرب وفشها يبقى إزاء جسدي ولما يختصبها ويعتدي عليها ويككتفها إشترك طيب الاختصاب الاختصاب أخضر بكثير أخضر كسادية ومعنوية ونفسية ومش عايزو تعاقب معنوية واقتصادية أريد أن أعطي استمعنا إلى العراء المختلفة وواضح أريد أن أعطي لو سمحتم ضيوفي أريد أن أعطي ضيفتي سميرة وأميرة أريد أن أعطي سميرة وأميرة أعطيهم الصوت اليوم بالحلقة لأنه اختم معهم أيضا الحلقة سميرة شو صرختك اليوم لأي حدا عن بشاهدك وشو اللي بدك تقليله بعد الوجع اللي انت تعرضتي لإله بعد المعانات اللي عندك إياها ومازال اليوم البعض بيشكك ومازال اليوم البعض بيقول اختصاب الزوجي يجب علينا أنه ميز شو بتقولك عندك كلمتك لإليك تفضلي يعني أنا إذا حيكون كل كلامي فأنه كل شخص بينا قبل ما يحكم وقبل ما يخفف حكم أنه يخلي نفسها بنفس مكانة ضحية شنو هيكون شعوره هو يعني نحن قد ما راح نحتي كرجال ما راح 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 يحس بهذا الموضوع ممكن نساء تحس أكثر لكن يعني إذا راح نقولك رجال فخلي خلي أنه بنته أخته تتعرض لهذا الشي تتكون هي محطمة ورغم هذا ما تكتر ما تكتر تحتي لأن فوق ما هي محطمة ومعنفة المجتمع المجتمع كذلك أيضا عليها يعني نهائي ما كو ساد شكرا ساميرا شكرا ساميرا أيضا أميرا أيضا شو الكلمة الأخيرة لك لتقولي ماذا تريدين أن تقولين تفضلي أميرا أميرا ما عم بسمع أميرا أنا ما عم بسمع القاهرة إيجبتن نشت ما عم بسمعه هلو أتفضلي أميرا الكلمة الأخيرة لقالك شو بدك تقولي أنا مش هزود على كلام ساميرا يعني هي قالت بما فيه كفاية هو بس أنا عايزة أسأل الشيخ لو أنا حزقيه ميا كل يوم أو حأكله غصبا عنه يا كلمة غصب دي جاية من الاختفاض الحاجة بتاخدها بالعافية هو رده علي حيكون إيه بعد عندي 30 ثانية بالأسف انتهى الوقت شيخ لحودي على المتابعين وانتهى الوقت عشان لازم لازم إنهي للأسف ما فكرت إنه لح تنهي به السؤال كنت تتوجهي كلمة لكن الحوار مستمر معنا على مواقع التواصل الاجتماعي وطبعا شكرا لكل ضيفاتي وضيوفي للمشاركة اليوم معي وأي نوع من العنف أي نوع من الاختصاب مرفوض بغض النظر من من كان شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة